جنب لاب الشرف خلق من صنف كمال بيك وجنب لاب دخل تيمور بيك على الحياة السياسية وفتح باب المختار أمام مبايعيه من الدروز والجبل أنهى تيمور تدربه في قانون الزعامة الجملاطية على يد والده الذي أخلى له الساحة ويروى أن تيمور لم يكن يحب السياسة ولكنه مجبر على حمل إرت بيته السياسي وصمام أمان لهذا الوطن وعراب للحوار الوطني الجامع والناطق بالحق في كل مكان وزمان التوفيق لك والنصر للحزم لم يترك وليد جنبلاط نجله وحيدا فهنا يحيط به فريق والده القديم المطعم بالجديد الوزيران أكرم الشهيب ووائل أبو فعور وحتى النواب مروان أحمدي وعلاء الدين تره ونعم طعمي لم يغيبوا عن الحدث التحول في المختارة حكت الرأس وكأنها أيضا بالوراثة هل هي تنم عن تعب الرأس وانشغال الفكر فهي عادة الأب الذي تعب ويريد أن يرتاح وهي أيضا حركة الإبن الذي بدأ بالاستماع لهموم ومشاكل ومطالب الناس وعليه أن يلبيها أي قرار بيأخذه وليد بايك نحن معه ويقرار أخذه بخصوص أنه سلم ابنه طعمه نحن كثير من قيده ونحن بحاجة دم شباب جديدة وكل قرارة بيأخذه وليد بايك لصالح الوطن ولصالح الطعب كله هذه نقلة نوعية واستكمالا لمسيرة التي أسسها وليد جملات الأب والتي أسسها كمال جملات الجد وما هي الاستكمالا لمسيرة زعامة تاريخية من المختارة بدأ يشق تيمور طريقة زعامة بانتظار فتح باب النيابة والوزارة ووليد بايك سيبقى معلم نجله وإن بدأ وكأنه يتفرق لهواياته الجديدة التغريد على تويتر